يواجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي المزيد من العراقل في طريق استكمال تشكيل حكومته المنقوصة ثماني حقائب لم يحظى المرشحون لتوليها بتوافق الكتل السياسية حول ترشيحهم ما يعني عدم أمكانية نيلهم ثقة البرلمان ويلعب عامل الوقت عنصر ضغط في غير مصلحة حكومة عبد المهدي حيث تتراكم المشاكل وتستجد الأزمات تحذيرات عديدة من تداعيات عدم استكمال تشكيلة الكابينة الوزارية أطلقها باحثون رأوا أن لها انعكاسات سلبية عديدة على الجوانب السياسية والإدارية والمؤسساتية والمجتمعية فتأخير تشكيل الحكومة يعني تأخير تنفيذ البرنامج الحكومي بالتأكيد عملية تأخير تشكيل الحكومة فيها انعكاسات على الجنب السياسي انعكاسات على الجنب الإدارية انعكاسات على الجنب المؤسساتية والانعكاسات على الجنب المجتمعية بالإضافة إلى تأخير تشكيل الحكومة معناه تأخير البرنامج الحكومي والذي يفترض أنه محدد بتوقيتات زمنية وهذه التوقيتات يفترض يعني الآن من تشكيل الحكومة إلى حتى هذه اللحظة أكثر من شهر مضى هذا الشهر محسوب على عمر الحكومة على عملية تنفيذ البرنامج كل هذه باعتقادي هي مؤشرات سلبية في عدم اكمال الحكومة عملية فرض الإرادات الخارجية في عملية تشكيل الحكومة هي السبب في تأخير تشكيل الحكومة وبالتالي هي السبب في مجموعة الإشكاليات التي تحدثنا عنها آخرون رأوا أن هناك تحديات كبيرة تنتظر الحكومة في الملفات الأمنية والخدمية والعلاقات الخارجية يأتي ذلك بعد انشقاقات بين الكتل والقوى السياسية التي لم تتفق حتى اللحظة على الحقائب الوزارية المتبقية وعلى رأسها الدفاع والداخلية هناك تحديات كثيرة تنتظر الحكومة العراقية في الملف الأمني والخدمي مستوى العلاقات حقيقة مأسسة الحكومة والهيكلية الحكومية هذه الأمور أعتقد تحتاج إلى الإسراع في تشكيل الكابيلة وزارية من أجل المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي من المفترض أن يقدم خلال مئة يوم من أعطاء الثقة لسيد عادل عبد المهدي وحكومته هذا الموضوع والموضوع الأخر أعتقد مستوى الحكومة على المجتمع الدولي له أن أكسات سلبية أيضا هذا سيأكس صورة سلبية على أن العملية السياسية في العراق عملية غير منتظمة لا تراعي موضوع الدستور وبالتالي عدم احترام الدستور أن أعتقد سوف نعكس سلبا على العلاقات الخارجية للحكومة العراقية ودخل عبد المهدي بحسب محللين فيما يشبه عملية لي الذراع مع بعض الكتل السياسية الفاعلة بعدم استجابته لمطلبها بتغيير المرشحين لإشغل الحقائب الوزارية الشاغرة وتتحدث مصادر عراقية عن استعداد عدل عبد المهدي للتخلي عن رئاسة الحكومة واستقالته من المنصب في حال اشتدت عليه الضغوط واستعصى عليه استكمال تشكيلة الحكومة وتحذر ذات المصادر من أن هذا السيناريو سيعني دخول العراق في أزمة سياسية حادة ناهيك عن التوافق على اقتسام حقائب الكابينة الوزارية التي سيوكل تشكيلها إلى أي رئيس وزراء جديد وتطالب دوائر سياسية عراقية بتخفيف الضغط على رئيس الحكومة وإفساح المجال له للشروع في العمل ومعالجة الملفات المعقدة لتجنيب العراق الدخول في أزمة جديدة